السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب يومي ان شاء الله هجلت لكم فيديو جديد وبعشر استعمالات او فوائد هاد العشبة المدهشة الهائلة المفيدة بزف بالاخص فهد الفصل هادة دي البرد هتخلصكم بإذن الله من عدة مشاكل كنتمنى انها تنال اعجاب دي لكم وانكم تستفدو منها وكنشكركم بزف بزف على المتابعة والاعتجات الرائعة دي لكم وإلى عجبتكم هذه الحصة ما تنسونيش باللايك ليكيش يجعوني وكذلك تعاليق المحفزة والرائعة وبرتجوا فيديو مع الأهل والحباب دي لكم باش فائدة تعم وليكيهموا الامر وايك تشفد الاستعمالات مع لي إليس فيديو تالاخير وفو جومتيا غدوز نقرب لكم هاد العشبة هدي باش تعرفوا عليها عن قربها كتتكون يعني هي شبيهة بالنعناع ولكن عندها مدى قطع مغير تماما على النعناع والأوراق دي لها كتكون من الأسفل البيضاء هادي هي تشميجة او مرسيطة او ممكن كل واحدة شنو كيسميها كنتمنى تكون واضح عليكم خليكم معي لالاخير باش تكشفوا الفوائد العظيمة دي لهاد العشبة المعجزة الهائلة ولي غتخلصكم من عدة مشاكل بالأخص في هذا الفصل هذا دي لبرد وبالأخص كذلك للنساء خليكم معي لالاخير باش تكشفوا الفوائد العظيمة دي لها وفاش ممكن تفيدنا قبل ما ندوزل هاد الفوائد العظيمة دي لهاد العشبة هادي غادي ننطلقو الفاش كنستعملوها الاستعمالات المعروفة اولا انها رائعة وكنستخدموها مع الشاي يعني كنكهو بها الشاي المغربي بالأخص فصل البردي يعني رائعة وكتفيدنا بزاف وكذلك كانوا الاباتينا والأجدد دينا كيديروها مع الكوسكوس كيقطعوها الابراق ديالها بحال شكل ديال الربيع وكذلك كالي كيديروها مع الحرشة يعني مفيدة بزاف بالأخص في هذا البرد هادا انكم كتغسلوها مزيان وكتغسلوها رقيقة وكتديروها مع الحرشة ديال السميدة وكتفرسوها وكتديرو لازيت البلدية بالأخص في الليل فاش تبغوا تنعسو يعني مفيدة 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 بزاف وكتغسلوها مع الحرشة وكتشربوها كمعانتي وكتغسلوها مع الصباح يعني رائعة وهد السيميل هادا معروف عدنا كذلك في المنطقة ديالنا ديال الأطلس المتوسط ومعروف بزاف ديال المناطق وكتغسلوها يعني سواء خضراء او ليابسها يعني ممكن لكم هاد العشبة هدي انكم تاخدوها وتجفوها يعني وتحتفظو بها حتى المدة سنة يعني تبقى معكم جافة بالنسبة هكاللي ما متوفراش عندو ولا بعيد ولا كين خارج أرض الوطن يعني ياخدها معه رها مفيدة بزاف وتاخدوها خضراء او لا جافة يعني لها نفس الاستعمالات وبنسبة الحسوة اللي عندو جافة انو كيحكا هكا فش كتب الحسوة كيحكا فزلافة ديالسو او لا ممكن تديروها مع اي حسا ابغيتو وكذلك عندها استعمالات اخرى رائعة وكاللي كيديرها مع الحسوة ديال الشعير يعني رائعة رائعة هاد هاد الاشبه هدي خليكم معي للاخر بشوفوا كده كذلك فاش غا تفيدنا واستعمالات اخرى كذلك فاش ممكن ندخلوها يا واندوزوا بإذن الله لهذا الفوائد العديمة الاول استعمال بإذن الله انها رائعة ومفيدة الجهاز الهدمي يعني وآلام المعدة استخدموها باي طريقة بغيتو سوى اه اه اددروها مع الشيس واددروها بوحدة تخلو على المطي بتحليوها بالعسل يعني مفيدة بزاف المعدة والتتحسل لنا الهدم هائلة وبالنسبة الاستعمال الثاني وفاج ممكن تفيدنا انها رائعة بالنسبة للانتفاق الباطن اولا مثلا التخمة ايلك تم عروضين اولا كليتوشي حاجة هكا بزاف الليل يعني ما جاكمش النعاس يعني انكم مشكل مع المعدة ديلكم معلكم الا انكم تاخدوا هاد سيميجة هادي او مرسي طبا كل واحدة شنك يسميها انكم تدروها مع الشي اولا تدروها بوحدها اولا تشربوها غير مع الماء اراها هائلة وكتخلصكم من هاداك المشكل بإذن الله كنتمنى تفيدكم وكذلك رائعة وجيدة بالنسبة للتهديئة الاعصاب يعني بالنسبة للناس اللي كيتوتروا وكيتعصوه بزاف وانهم قلة النوم معليهم الا ضل من قوة ديها الهاتميجة هادي اولي خدا يدروها مع الشي ياخدوها راها فعالة ومجربة كنتمنى الاستعمال هدي يفيدكم وكذلك جيدة وهائلة بالنسبة للإسهال يعني مثل الاطفال تعتوها لهم هكا الى كانت هكا يابسة يعني متعتوها لهم يشربوها مع الماء راها فعالة وكذلك ممكن تاخدوها حتى وهي خضرة يعني رائعة بالنسبة للإسهال كنتمنى تساعدونها وكذلك رائعة وفعالة بالنسبة للصداع النسفي يعني اللي كيعاني من هاد المشكل هادا اولا عندهم مشكل ديها الالم دي الرأس مالي الا باستخدام ديال هاد الاشباه هدي راها فعالة ومجربة وكذلك رائعة ومجربة بالنسبة للآلام الدورة الشهرية يعني تتخدموها مع الخبز اولا مع الحرشة فبالاخص فالبرد هادا اولا المطحون ديال هادروها مع اي حاسة انتما بغين تشربوها ورها فعالة وكتساعدكم بإذن الله وكتخفف عليكم الآلام كنتمنى تستفدو منها وكذلك رائعة ومفيدة بالنسبة للجسم بصفة عامة انها كتعتبر كمطهر للجسم يعني رائعة سبحان الله واندوزون تعرفوا على سير مهم بزاف وخاص للنساء ومن اهم استعمالاتها انها رائعة بالنسبة للبرودة البرودة عن النساء وتأخر الحمل يعني لي عندو هاد المشكل هادا كنتستعملوها بحالشكل ديال الخزامة يعني كتحاخدو هاد هاد العشبة هادي كتحاول انكم تحكو القليل شوي ديال اوراق ديالها وكتديروها يعني في هاكا بشي قطن اولا اي حاجة اللي كتديروها بالملابس التخليد ديالكم كتحاولو انكم تديروها في المنطقة الحساسة بحالشكل ديال الخزامة يعني كتتخلصكم من المشاكل ديالبرودة وكتحاولو انكم في ديال فترة انتوا ما بغين تستعملو هادا تميجة هادا انكم تكونوا تاكلوها في الليل بل اخصف بجتبوية الناس ودائما تديروها مع الحرشة تديروها مع الحسوة اللي مفيدة هادة تميجة هادئة ورائعة وكتساعد النساء لعنهم تأخر الحمل كنتمنى هاد الاستعمال هادا انه هنا الايجاب ديالكم والسير الاخر كذلك فاد العشبة هادي سبحان الله انها مفيدة بزاف وفعالة عن تجربة في علاج السياسيك وعرق النساء هاد المشاكل هادي جربوها بزاف ديالنساء وفدتهم بإذن الله بالنسبة للطريقة ديال استعمال ديالها بالنسبة لهاد الوصفة هادي شنو كتحتاجو فيها كتحتاجو فيها هاد تيميجة او تيم مرساد او مرسيتة كل واحد شنو كيسميها وكتحتاجو الملح ديالك الملح اللي كتكون خشينة انا مصفرج عندي ولكن ديرو الملح الحرشة بزاف وديرو ايه اما الرماد او الريمال رقيقة يعني الرملة الرقيقة تغربلوها او الا الرماد اللي عندكم الرماد مصفر وكتحتاجو سربيطة من طبيعة الحال بالنسبة للطريقة وكيفاش تستعملوها الناس اللي كيعانيوا من هاد المشكلة للسياسيك كنتمنى شفاء الجميع اشرح لكم الطريقة شفوية وطبقوها بإذن الله وغتدوموا على هاد طريقة هادي واحد المدة ديال 15 يوم وغتنال الإعجاب ديالكم انو تخلصوا من هاد المشكلة انو جربوه بزاف ديال الناس بإذن الله ولقاوا عليه الحمدول لله تعالجوا وتشافوا بالنسبة للشرح كانتمنى يكون واضح بإذن الله انكم تتاخدوا هاد تميجة هادي او مرسيطة كتصرحوها في واحد السربيطة هكا يعني كتكون كيميا كثيرة حاولوا تكون كيميا كثيرة كتاخدوا هاد الرمال او الرماد اللي متوفر عندكم كتصخنوه في واحد المقلة كتاخدوا مقلة كتوضعوا فيها هاد الرمال أو الرماد وكتصخنوه مزيان يعني كتدفيها حって定 دخان يخرج منو وكتشدوا هاد طبقه هاد اولى ديال هاد مرسيطة هاد وكتشدوا وكتزلوا عليها هاد الرمال يعني كتطحولوا انكم بتطبقه التانية اللي هي آل رماد او الرمال والطبقه التالثه الي هي الملح وكتدلوا فالاخير كدلك طبقه اخره ديال هاد هاد هات تميجة هادي ماال فوق يعني كتوضعوها كدلك هي الاخيرة وكتكون هادا الرملاء والملحاء هي في الوسطة يعني كتكون تيميجة من هنا ومن الفق كتتساليو الطبقات كي ما قدت لكم وكتلوي وتحولوا انكم هادا السربيتة هادا تلوي وهالا كتتحولوا انكم تلوي والسربيتة بهاد شكل هادا وتوضعوها على الموضع يعني المكان عندكم الالم فيه سوى الظهر او الكتف او يعني فيما عندكم ولا العنق ديالكم فيما عندكم هادا الالم هادا بإذن الله كتحطو هادا ولاجتكم سخونة كتتحولوا انكم تلوي والسربيتة هادا تتمنى باش ما تتحرقوش وكتحسوا باحت سخونة يعني هادا العملية هادا كتدلوها دائما في الليل فشبوت ناسو كتتحطوها واحد الموضع علش ما قديتوك ينقع لكي باس بها يعني علش ما قديتو الموضع اللي بغيتو حطوها على المكان اللي عندكم فيه الالم ومع المودة ومعليها بإذن الله واحد المودة ديال خمسة عشر يوم كتخلصوا من هادا المشكل بإذن الله كنتمنى هادا الاستعمال هادا يفيدكم وفي ديك الفترة دائما شربوها مع الشاي وديروها مع الحرشاء يعني كونوا تتاخدوها ماشي غير تديروها من الخارج ولكن تاخدوها حسن من الداخل لانها مفيدة مفيدة بزاف الصحدي كنتمنى هادا استعمال يفيدكم ويفيد الناس كالك يعاني ومن المشكل يالسياتيك والله يشافي الجميع ونشوفو كذلك فاش غا تفيدنا انها رائعة وفعالة بالنسبة لك يعني مشكل ألم الظهر يعني عند هكي لشقاء أو لتعب كي يحس بألم أسفل الظهر ان لكم ممكن تديرو لها الطريقة اللي تقسمت معكم ديال علاج مشكل يلسياتيك بالنسبة النساء اللي سيمشوا الحمام ياخدوها معهم رها رائعة ويخلوها هي اخر حاجة ممكن انكم تستعملوها هي الاخرة انكم تنطفوا واحد المكان ويكون سخون وتكون هي منطفينها وتفرشوها في ذاك المكان وتحاولوا انكم تتكوى على المكان اللي عندكم فيه الآلام ديال الظهر الوقت اللي انسوا ما قادرين علي يعني حتى تحسوا بدك تدفء وتعطي البفعال ديالها رها مجربة ورائعة وكتخلصكم بإن الله من ذاك الآلام ديال الظهر كنتمنى تفيدكم وبنسبة الاخر استعمال وفاش ممكن تفيدناها تلاشبه هدي المدهشة الهائلة انها رائعة بنسبة النساء اللي كيكونوا بعد الولادة كيكون عندهم آلام وحرائق يعني كيكون عندهم في البطن ديالهم وفي الظهر ديالهم كيستعملوها لنا الامهات ديالنا بنفس الطريقة اللي كتلكم ديال السياسي كأنكم تدروها مع الرماد او لا مع الرملة او مع الملح وكتدفوا هدك الرماد وكتدروه في الوسط ديالها وكتدروها على المكان اللي عندكم فيه الآلام وكتحولوا تلوه هدهش يزيف اما تبقوا بها المده اللي بغيتوا او اللي تتعسوا بها رها تتخلصكم بإذن الله من ذوك الأوجاه وذك الآلام كنتمنى تستفدوا منها وتخدموها بأي طريقة انتم بغيتوا رها مفيدة في هده البرد هده كنتمنى دين الإعجاب ديالكم هده الاستعمالات هدي يفيدكم ولو بالقليل كنتمنى هده الاستعمالات اللي تقسمت معاكم اليوم ديال هذه العشبه الهائلة انهم يفيدكم ولو بالقليل وكنشكركم بزفزف على المشاهدة وإلى عجبتكم هده الحصة ما تنسونيش بليلي كليك يشجعوني وتبرتجوا الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش فائدة تعم وإلى حصة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا على المتابعة